اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نقاط ابعد كوكب داخلي عن الشمس طب احنا عارفين دلوقتي الترتيب اللي هي كواكب الداخلية عطارت ده اول حاجة اول واحد قريب للشمس ثم الظهرة ثم الارض ثم المريخ يبقى ابعد واحد مين اللي هو المريخ يبقى نختار مين المريخ رقم ثلاثة اقرب كوكب خارجي الى الشمس احنا عارفين الكواكب الخارجية عبارة عن المشترة زحل اورانس نيبتون عاوزين اقرب واحد مين للشمس طبعا نختار مين اللي هو المشترة يقع كوكب نقط بين كوكبي المشترة اورانس طبعا مين اللي هو كوكب زحل احنا عارفين ترتيب الكواكب اول حاجة اللي هو المشترة ثم زحل ثم اورانس ثم ايه ثم نيبتون يبقى اللي موجود بين المشترة وبين اورانس اللي هو مين اللي هو زحل كوكب نقط محاط بغلاف جوي ولا يدور حوله اقمار يبقى احنا عاوزين شرطين اول حاجة حوليه غلاف جوي والحاجة التانية ما فيش ايه حوليه ايه اللي هي اقمار احنا عارفين طبعا ان فيه كوكبين ما عندهمش اقمار اللي هو عطارد اللي هو الزهرة وفي نفس الوقت هنا بقى يكون هنا محد غلاف جوي طبعا نختار مين اللي هو الزهرة ما نفعش اختار عطارد علشان عطارد ما عندهش غلاف جوي نختار مين اللي هو ايه الزهرة اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة كل مما يأتي يعبر عن مجرد ضرب التبانة عادة يعني فيه واحدة غلط فيها طريقة هي أول حاجة ذات شكل بيضاوي طبعا ديت صح لها أزرح حلزونية بردق صح تعرف باسم مجرد اللوى الطريق اللبني طبعا صح علشان بتجبر اللوى اللبن المسقوب تمام وبالتالي ده كمان صح يقع النجم الشمس في مركزها ايه رأيكم طبعا ده كلام ده غلط الملصح ايه المفروض بتقع الشمس على احدى الازرح الحلزونية ايه للمجرد خلبنا تستخدم السنة الضوئية كوحدة لقياس ايه يا طرى قطر النجوم طبعا الكلام ده غلط عمر النجوم برضا غلط المسافات بين النجوم طبعا دي الإجابة الصح درجة حرارة النجوم لا طبعا يبقى الصحة رقم مين رقم جي اذا كان النجم يبعد عن الشمس مسافة قدرها تلاتة سنة ضوئية فان مسافة بينهما تسوي كام هنحسبها ازاي احنا عارفين ان المسافة المسافة بالكيلو متر بتسوي المسافة بالسنة الضوئية في تسعة ربعمية سبعة وستين في عشرة والسطنشر تعالوا نعبق كده قال لي كم سنة ضوئية قال لي تلاتة يبقى نضرب بساوي تلاتة في تسعة ربعمية سبعة وستين في عشرة والسكام والسطنشر طبعا ده اللي هو مين عبارة عن السنة الضوئية خلي بنها لما اضرب تلاتة في تسعة في ربعمية سبعة وستين من الف يطلع معايا اللي هو تمانية وعشرين وهو ربعمية واحد في عشرة أس كام عشرة أسطنشر كيلو متر يبقى نختار الرقم ده يبقى عندنا الإجابة اللي هي رقم مين ورقم آلف عندنا ده الصح عندنا هنحل مع بعض اختبر فاهمك رقم اثنين صفحة مية وتسعين تدور أقمار حول كواكب المجموعة الشمسية عادة كوكباي يعني مين اللي معندوش أقمار أول حاجة عندنا اللي هو مين عطارت طب عطارت ما عندوش المريخ عندو قمرين فإزان اللي جابها دي ما تنفعشي عطارت ما عندوش الظهرة ما عندوش فإزان دي اللي جابها الصح الظهرة ما عندوش أقمار نبتون عندو اثناشر كمر إزان دي كده جابها غلط زوحل عندو ستين قمر المشترى عندو اثنين وستين قمر أصبح دي غلط بالنسبة لنا يبقى الصح كده رقمين رقم بي أكبر عدد من الأقمار يدور حول كواكب مين يا ترى أول حاجة عندنا المشترى حوالي اثنين وستين قمر زوحل حوالي ستين قمر نبتون حوالي اثناشر قمر أورانوس حوالي سبعة وعشرين قمر يبدل أكبر واحد عندو مين اللي هو اثنين وستين قمر اللي هو مين اللي هو المشترى يفصل حزام الكواكبات السيارة بين كوكبي احنا عارفين حزام الكواكبات بيفصل بين كواكب الداخلية والكواكب مين الخارجية طب آخر واحد في كواكب اللي هو الداخلية مين اللي هو المريخ وأول واحد في الكواكب اللي هو الخارجية مين اللي هو المشترى معنى كده هيفصل بين المريخ وإيه والمشترى هندور عليه المريخ والمشترى اللي جابه رقم مين ورقم ألف يرى مزنب هالي كل قد ايه 76 شهر ولا 67 عام ولا 76 عام ولا 67 سنة ضوئية طبعا كل 76 عام ماذا يحدث عند اختراق احد الكوكبات للغلاف الجوي هقوله كده الاجابة عند اختراقها تماما بفعل الحرارة الناتجة عن احتكاكها بالغلاف الجوي تسمى الشهب يبدأ ده والحال عندنا الحاجة التانية عندنا وعندما يحترق السطح الخارجي فقط وما يتبقى دون احتراق يسقط على سطح الارض في الحالة دي بسمها ايه؟ بسميها النيازك الشكل المقابل يمثل احد افراد المجموعة الشمسية ما اسم هذا الجرم السماوي ومما يتركب طبعا اللي قدامنا ده عبارة مين عبارة عن المزنب فاقول له المزنب يا طريب يكون من اين؟ اول حاجة عندنا يتكون من اللي هو رأس والحاجة التانية اللي هي الزيل طب الرأس عبارة عن ايه؟ عبارة عن قراط سلجية من التلج يعني مكونة من خليط من الغازات المتجمدة عبارة عن ثاني اقصيد الكربون والنتروجين والميسان واجزاء صخرية وقتربع وجزيئات ماء متجمدة الحاجة التانية عندنا رقم اتنين اللي هو الزيل وازاي العبارة عن سحابة غازية هنحل مع بعض كده اسأل الكتاب الامتحان اول سؤال اكتب المصطلح العلمي لكل عبارة مما يأتي نظام نجمي يتكون من الاف الملايين من النجوم طبعا ده تعرف مين اللي هو المجرى اقصام فضائية صغيرة تخضع لجزبية الكواكب يعني بتدور حول الكواكب الاقمار قطع متجمدة من السلج والغازات وقطع من الصخور تدور حول الشمس المزنبات اعلى اللي مياتي رقم واحد كسافة الكواكب الخارجية منخفضة اقوله الاجابة لانها تتكون من اجسام غازية الجزبية على سطح كواكب الارض اكبر منها على سطح كواكب المريخ لان لان كتلة كوكب الارض اكبر من كتلة كوكب المريخ وقوة الجزبية تتناسب ترديا مع الكتلة يعني كل ما الكتلة بتاعة الكواكب تزيد كل ما الجزبية تزيد اللي هيقص علماء الفلك المسافة بين النجوم بالكيلو مترات لان المسافات بين النجوم شاسعة جدا يعني كبيرة ايه كبيرة جدا قارن بين كل من رقم واحد النيازج والشهب اول حاجة عندنا اللي هي النيازج لما اجعل رفع عبارة عن قتل صخرية كبيرة يحترق سطحها الخارجي فقط عند اختراقها الغلاف الجوي للأرض وما يتبقى بها وما يتبقى منها دون احتراق يسقط على سطح الأرض اما الشهب عبارة عن قتل صخرية صغيرة تحترق بالكامل عند اختراقها الغلاف الجوي للأرض نتيجة الحرارة المتولدة نتيجة الاحتكاك بجزيات الهواء وترى بالعين المجرد على هيئة سهام ضوئية رقم اتنين الكواكبات والكواكب اول حاجة اليمين اللي هي الكواكبات عبارة عن اجسام فضائية صخرية متفاوتة الحجم يعني فيه منها كبير وفيه منها الصغير بيضور معظمها حول الشمس ما بين كوكب اللي هو المريخ والمشطرة اللي هي الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية في منطقة عرب باسم حزام الكواكبات وعداد هنا يصل الى الالف اما الكواكب عبارة عن اجسام فضائية قروية معتمة تدور حول الشمس في مدارات شبه بيضاوية او شبه دائرية العدد بتاعها 8 كواكب رقم 3 الكون والمجرة اول حاجة اللي هو الكون عبارة عن الفضاء الكوني الممتد الذي يحتوي على المجرات والنجوم والكواكب والاقمار والكائنات الحية وكل الخليقة المجرة الوحدة العظمة التي يتكون منها الكون وتتكون من الاف من الملايين من النجوم نكمل ما ياتي رقم واحد قوة الجاذبية بين جسمين تتوقف على نقط ونقط تتوقف على حكتين الكتلة والمسافة اول حاجة اللي هي كتلة الجسمين الحاجة التانية اللي هي المسافة بينهما القتلة علاقة تارضية اما المسافة علاقة عكسية خليبنا يعني العلاقة بين الجاذبية والكتلة الجسمين علاقة تارضية كل ده ما يزيد ده يزيد ده يقل ده يقل والعلاقة بين قوة الجاذبية والمسافة علاقة عكسية كل ما المسافة بتزيد بين الجسمين كل ما قوة الجاذبية هتبدأ تقل أكبر كواكب حجما هو طبعا مين اللي هو المشترة وأكبر كسافة هو مين اللي هو الأرض كوكب الأرض أقرب كوكب للشمس هو مين عطارت وأبعى كوكب عنها هو مين نيبتون اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاعة تدور الكواكب حول الشمس في مدارات يطار دائرية ولا بيضوية ولا حلزونية ولا غير منتظمة طبعا مدارات ايه نسميها مدارات بيضوية أي الكواكب العتية تكون الجزبية على سطحه أكبر الجزبية عليه أكبر تعالي نشوف كده الاختيارات طبعا هنا هندور على الأكبر كوكب فيه اللي هو الكتلة فعند هنا اللي هو المريخ والعطارت ولا الزهرة ولا الأرض طبعا نختار مين اللي هو الأرض تشتمل المجموعة الشمسية بجانب الشمس على ايه يعني خلاف الشمس في ايه كمان ثمانين كواكب طب ثمانين كواكب صح بس كلمة فقط دي خلتها لغلط في حاجات تانية كمان كواكبات ونيازج ومزنبات وقال لي فقط بردك كلمة فقط خلتها لغلط نجوم وكواكب ولا احنا طبعا ما فيش اللي نجمة واحد بس اللي هو مين اللي هو الشمس فأصبح دي كده غلط ثمانين كواكب بجانب الكواكبات والنيازج والمزنبات طبعا دي أفضل إجابة عندنا رقم مين رقم ده بعد كتابة الكلمات الأفقية التالية دي اسمها كلمات أفقية أوجد الكلمة الرأسية المختفية ووضح أهميتها يبقى هنا يطلع لكلمة الرأسية كده نجمحها مع بعض ونشوف كلمة ايه وبعد كده أقول له الأهمية بتاعتها فهنا رقم واحد بقول لي أبعد كوكب في المجموعة الشمسية طبعا اللي هو مين اللي هو نيبتون فعند هنا حرف النون وبعد كده اللي هو البي وبعدين الت وبعدين الواو وبعدين النون سادس كوكب بعدا عن الشمس سادس كوكب بعدا عن مين عن اللي هو الشمس طبعا اللي هو مين اللي هو زحل فعندنا زحل اللي هو زين وبعدين الحا واللام بعد كده رقم تلاتة كتلة صخرية تسقط من الفضاء وتصل الى سطح الارض طبعا ده اللي هو مين اللي هو النيزك يبقى نيزك نون وبعدين يه وبعدين زين وبعدين كاف رقم اربعة النجمة الذي تدور حوله جميع الكواكب جميع مين جميع الكواكب وبتكلمنا على مين على نجمة طبعا اللي هو مين الشمس فعند شمس اللي هي شين تلات حروف طبعا زي ما احنا شايفين شين ما هنفعش اقول الشمس هتكتب شمس على طول يبقى شين والميم والسين رقم خمسة جسم قروي يدور حول الشمس اللي هو الكوكب بس عندنا فيك كم حرف واحد اتنين تلاتة اربعة فاكتب كوكب بس يبقى كاف واو كاف تاني وبين رقم ستة كل ما خلقاه الله من فضاء واغرام سماوية طبعا ده بسميه اللواء الكون بس عنده طلات حروف اكتب كون بس يبقى كاف والواو والنون اجسام فضائية تحترك فيها الغلاف الجوي للارض طبعا ده ياتي اليمين الشهب عنده طلات حروف فاكتب شهب بس شين وهي والبي مفروض هنا الكلمة هنا تلعط لكلمة هنا شوفها ايه طبعا ده عبارة عن ايه تليسكو تليسكوب عبارة ايه عبارة عن تليسكوب فالكلمة اللي طلعت معايا اللي هي تليسكوب تليسكوب فابقول اللي هين عاوز مين عاوز اللي هي الاهمية بتاعتها طبعا اهمية اللي هي التليسكوبات اللي هي دراسة ورؤية مين دراسة ورؤية الاجرام السماوية تليسكوب تعالوا نحل مع بعض كده اسالي كتاب الامتحان اكتب المصطلح العلمي ادالها لكل عبارة من العبارات الاياتية كل ما يزبح فيه الفضاء من نجوم وكواكب واقمار واقسام صخرية او غازية طبعا ده تعرف مين الاجرام السماوية اجسام فضائية ضخمة تطلق تطلق كميات هائلة من الضوء والحرارة النجوم زي الشمس المسافة التي اختحها الضوء فيه سنة السنة الضوئية السنة الضوئية الوحدات العظمى التي يتألف منها الكون يتكون منها الكون يعني المجرات المجرات تجمع هائل من النجوم يقدر بألاف الملايين بأرضك مين المجرات المجرات التي تنتمي اليها مجموعاتنا الشمسية بسميها مجرات ضرب التبانة او بسميها مجرات اللي هي الطريق اللابني الجهزة تستخدم في رؤية ودراسة الاجرام السماوية التلسكوبات للسحل نفس السليل فوق رقم تمانية النجمة الذي تدور حوله باقي افراد المجموعة شمسية يقول للنجمة خلي بالنا طبعا ده الشمس تمن اجسام قروية معتمة تدور حول الشمس في اتجاه واحد عكس اتجاه دوران عقارب الساعة الكواكب اقرب اربعة كواكب الى الشمس بسميها اللي هي كواكب الداخلية الكواكب الداخلية اللي هي عبارة عن عطارد والزهرة والارض والمريخ ابعد اربعة كواكب عن الشمس بسميها الكواكب اللي هي الخارجية الكواكب الخارجية اللي هم اللي هم مشطرة وزحل واورانوس ونبتون كواكب كبيرة الحجم قليلة الكسافة تتكون من عناصر اللي هي غزية اللي هي مجموعة الكواكب ميناء الخارجية مجموعة الكواكب الخارجية وممكن اكتب الكواكب الخارجية فقط توابع تخضع لجزبية الكواكب التي تدور حولها الاقمار الاف من الكتل الصخرية متفاوتة الحجم في ميناء كبير وفي ميناء صغير يدور معظمة في المنطقة ما بين كوكبي المريخ والمشترة يسمى الكواكبات المنطقة التي تفصل بين مجموعة الكواكب الداخلية ومجموعة الكواكب الخارجية حزام الكواكبات السيارة متحركة يعني كتل صخرية صغيرة جدا تحترك تماما اللي تحترك ايه تماما خلي بنا طالما تحترك تماما بي على طول الشهب عند اختراقها الغلاف الجو للارض وطورة على هيئة سهام ضوية يبدأت عبارة من عبارة عن الشهب كتل صخرية كبيرة يحترك سطحها الخارجة فقط مش كلاتة حرق عند اختراقها الغلاف الجو للارض وما يتبقى منها دون احتراق يسقط على الارض يسمى النيازك كتل من الصخور والسلج والغازات المتجمدة تدور حول الشمس في مدارات بيضوية شديدة الاستطالة تتقاطع مع مدارات اللي هي كواكب المزنبات اكمل العبارات الاياتية بما يناسبها ترى نقط في السماع لعية نقاط صغيرة طبعا ليمين النجوم النجوم نقط رغم انها اجسام ضخمة طبعا هترى ايه مضيئة تقاصر مسافات بين النجوم بواحدة ايه وهي تسوي كم بسميها السنة الضوئية السنة الضوئية وبتسوي كم تسعة ربعمية سبعة وستين من الف في عشرة وستناشر كيلو متر تسمى مجراتنا في الكون باسم ايه مجرة ايه او ايه ايه اسمين اول حاجة اللي هي الطريق اللبني او مجرة ضرب التبانة من انواع تليسكوبات التي تستخدم في رصد الاجرام السماوية عندنا حاجتين اول حاجة اللي هو تليسكوب اللي هو العاكس والكاسر التليسكوب العاكس والتليسكوب الكاسر تدور الكواكب حول الشمس في مدارات نقط بسميها شبه دائرية او بيضاوية تقع في مستوى واحد نقط محور دوران الشمس حول نفسها بيكون عمودي عليه عمودي على تدور الكواكب حول الشمس ونقط اتجاه دوران عقارب الساعة عكس عكس اتجاه دوران عقارب الساعة تتروح كسافة الكواكب الخارجية من نقط الى نقط جرام لكل سنتيمتر مكعب بيكلمنا على مين على كواكب الليهية الخارجية كسافتها من سبعة من عشر الى واحد وثلاثة من عشر جرام لكل سنتيمتر مكعب انما لو كان بيسألنا على كواكب الليهية الداخلية كتلتل وثلاثة وثلاثة من عشر الى خمسة وخمسة من عشر خلي بنا تسمى مجموعة الكواكب الداخلية بالكواكب ايه؟ بسميها الليهية كواكب الليهية الصغيرة عشان حجمها اصغر من الليهية كواكب الخارجية بينما تسمى مجموعة الكواكب الليهية الخارجية بالكواكب نقط بسميها الكبيرة او ممكن اسميها الليهية العملاقة الكواكب الداخلية أجسام بيكون صخرية كسفتها كبيرة بينما الكواكب الخارجية أجسام إيه بيسمها غازية الكسفة بتاعتها بيكون أقل أبعد كوكبين داخليين عن الشمس هما مين ومين إحنا عندنا ترتيب اللي هي كواكب الداخلية عطارد الظهرة الأرض والمريخ يبقى عندنا أبعد اتنين اللي هو الأرض والمريخ تتكون مادة الكواكب الخارجية من عدة عناصر غازية أهمى غازي مين ومين عندنا أول حاجة اللي هو الهيدروجين والهيليام أكبر الكواكب الجاذبية هو طبعا أكبر كواكب عندنا اللي هو المشتر علشان الجاذبية بتزداد لما كتلة الكواكب تزيد بينما أصغرها جاذبية اللي هو مين المريخ توابع النجوم تسمى بسميها ايه كواكب الكواكب بينما توابع الكواكب بسميها ايه بسميها أقمار لا تدور أقمار حول كواكبين نقط ونقط حاكتين لو اعترض والزهرة بينما كواكب نقط يدور حوله أكبر عدد من الأقمار لو من المشتر حوالي 62 قمر الكواكبات هي ألاف من الكتلة الصخرية ويدور معظمها ما بين كواكب نقط وكواكب نقط بتدور بين كواكب اللي هي الداخلية والخارجية يعني بين كواكب اللي هو المريخ آخر واحد في الداخلية والمشترى أول واحد في الخارجية الكتلة الصخرية الفضائية التي تحترك تماما تحترق ايه تماما نركز في الكلام في الغلاف الجو للأرض تسمى ايه بسمها الشهب بينما التي يحترق سطحها الخارج فقط تسمى ايه بسميها اللي هي النية زك يتكون المزنب من نقط ونقط حاجتين اول حاجة اللي هي رأس الحاجة الثانية زيل من عشر مزنبات التي تدور حول الشمس المزنب اللي هو هالي الذي يكمل دوراته حول الشمس كل كام عام كل 76 سنة اختر الاجابة الصحيحة مما بين الاجابات المعطاة اكبر وحدة في الكون هي يطر الكوكب ولا النجم ولا المجرة ولا القمر طبعا مين اللي هي المجرة تشويع نقط كميات هائلة من الضوء والحرارة الكواكب طبعا دي اجسام معتمة الاقمار اجسام معتمة النجوم طبعا صح الكواكبات غلط اذا كان النجم يبعد عن الشمس بمقدار اللي هو الرقم قدامنا ده فان المسافة بينها تساوي كام سنة ضوئية الرقم اللي قدامنا ده هقسمه على كام هقسمه على 9467000 في 10.16 يعني الرقم اللي قدام ده هقسمه على كام 9467 في 10.16 10.16 هتروح مع مين مع 10.16 لما اسم 18 والرقم اللي قدامنا ده كله كده على ده هيطلع معنا كام؟ هيطلع معنا اللي هي 2 يبقى اللي جابة رقم 1000 اول ما نخترع منظار لرصد الفضاء هو العالم مين يطرع؟ احمد زويل ولا جاليليو ولا نيوتن ولا أرشميديس طبعا مين اللي هو جاليليو تحتوي المجموعة الشمسية على يطرع ملايين النجوم ولا آلاف النجوم ولا نجم واحد ولا آلاف الماليين من النجوم بيكلمنا على مين عن مجموعة الشمسية طبعا مجموعة الشمسية فيها نجم واحد بس اللي هو الشمس وبالتالي نختار رقم جيم اللي هي مين؟ نجم الشمس نجم واحد اكبر جسمي فيها المجموعة الشمسية اكبر حاجة عندنا يطرع مين؟ يطرع كوكب المشترع ولا الشمس ولا كوكب الارض ولا كوكب زوحل طبعا مين؟ الشمس تقدور الكوكب حول الشمس بفعلك هو جاذبية مين يطرع؟ أول حاجة الأرض ولا الشمس ولا المشترى ولا القمر طبعا بفعل جاذبية مين اللي هي الشمس إنما اللي هي الأقمار بتدور حول الكواكب بفعل جاذبية مين اللي هو الكوكب خلي بالنا يدور حول الشمس في مدارات شبه دائرية ناط كم كوكب عدد الكواكب كم خمسة ولا سبعة ولا تمانية ولا تسعة طبعا كم اللي هم تمان كواكب اللي هم العطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشترى وزحل وأورانس ونيبتون يقع كوكب الأرض بين كوكبين احنا ليس عالين الترتيب عندنا عطارد الزهرة الأرض المريخ وبيسألنا على مين يسألنا على الأرض يبلج اللي قبل الأرض مين الزهرة واللي بعده مين المريخ يعني نختار الزهرة والمريخ الزهرة والمريخ يعني الإجابة رقم مين ورقم ألف أقرب الكواكب الخارجية للشمس طب الكواكب الخارجية اللي هي مين أصلا اللي هي المشترة وزحل وأورانوس ونبتون والواحد اللي هو قرب واحد للشمس اللي هو مين اللي هو المشترة اكبر الكواكب الداخلية حجما هو كوكب مين عاوزين هنا ايه اكبر واحد فين في الكواكب مين الداخلية طب كواكب الداخلية ايه مين عطارق والزهرة والارض والمريخ مين اكبر واحد فيهم طبعا اكبر واحد فيهم مين اللي هو كوكب اللي هو الارض فعند هنا مشترة طبعا ده تبع الكواكب الخارجية زحل تبع الخارجية الارض طبعا وعند المريخ هنختار مين اللي هو ايه الارض تتروح كسافة الكواكب الداخلية ما بين نقاط جرام لكل سنتيمتر مكعب الكواكب الداخلية كسافتها 3.3 إلى 5.5 إنما الخارجية 7.10 إلى 1.3 يبقى نختار 3.3 إلى 5.5 يعني لإجابة رقم مين رقم ألف من الكواكب السخرية كوكب يطار مين المشترى ده يتبع الكواكب الخارجية ده مكونات غزية زوحة نفس الكلام نبتل نفس الكلام طبعا نختار مين اللي هي عطارد عشان ده يتبع كواكب مين اللي هو الداخلية احنا عارفين الكواكب الداخلية مكوناتها صخرية أما الكواكب الخارجية بيكون عبارة عن أجسام غزية تتكون الكواكب الخارجية من عدة عناصر أهمها الهيدروجين والهيليوم في حالة أي يطار في حالة غزية ولا في حالة سائلة ولا منصهرة ولا متجمدة طبعا في حالة أي متجمدة أكبر الكواكب اللي أتيها كسافة أكبر واحد في كسافة هندور على الكواكب مين اللي هي الداخلية خلي بالنا عشان مكوناتها اللي هي صخرية المشترى الخارجية ما ينفعش معنا المريخ طبعا صحل عشان ده بيتبع كواكب الداخلية زوحل ونبتن طبع كواكب مين الخارجية مكوناتها غازية يعني كسفتها قليلة ما فعش اخضرها كوكب نقط كبير للحجم منخفض الكسافة عوزين هنا حجمه كبير وفي نفس الوقت منخفض مين كسافة يعني بيتبع كواكب مين اللي هي الخارجية خلي بالنا في الكلام ويتكوى من عدة غازات ايه متجمدة زي ما احنا اتفاني الكواكب الخارجية تتكوى من غازات متجمدة الارض طبعا ده تبع الداخلية ما فعش اختاره المشترى طبعا ده صح عندنا اعتارد والزهرة طبع كواكب مين اللي هو ايه الداخلية عن مكوناتها ايه صخرية وكسفتها كبيرة تمام وبالتالي ما فعش اختاره تحاط جميع الكواكب بغلاف جوي ما عادة كوكب مين احنا عندنا طبعا فيه كوكب اللي هو يا ترى نختار كده اعتارد ولا الزهرة ولا الارض ولا المريخ طبعا مين اعتارد ما عندوش مين ولا في ايه جوي كل الباقي ده عنده ايه ولا في ايه جوي تتميز مجموعة الكواكب الداخلية بايه يا ترى قبر حجمها صح ولا الله طبعا الكلام ده غلط هي حجمها صغير تمام حتى بسمها مجموعة الكواكب الصغيرة دوران اعداد كبيرة من الاقمار حولها طبعا الكلام ده غلط احنا عندنا اعتارد ما عندوش اقمار الظهرة ما عندهش اقمار الارض عنده واحد بس والمريخ عنده اتنين يبهنا العدد ايه ولايه ارتفاع كسافة مادتها ايه رأيكم طبعا ده الصح عندنا لان مكونتها ايه صخرية جميع ما صبخ طبعا لا تتميز مجموعة الكواكب الخارجية المرات بيسألنا على مين على الخارجية بي على اسطحها على ايه على اسطحها شوف كده ارتفاع الضغط ودرجة الحرارة لا طبعا درجة الحرارة مخافضة فيها ارتفاع الضغط ماشي شدة البرودة يبهي دي اللي هتماشي معنا انخفاض الضغط اللي قد فيه ارتفاع في الضغط وشدة البرودة دي الصح انما دي غلط فاصبحت العبارة غلط انخفاض الضغط غلط ارتفاع درجة الحرارة غلط فاصبحت العبارة غلط يبه الصح رقم مين عجلة الجاذبية على سطح زحل تعادل نقاط متر كل سنة تربية رقم الف تلاتة وسبعة من عشرة طبعا موجود على مين على كوكب عطرد من فحش اختارها تسعة وخمسة من مية طبعا دي الصح عندنا ده على مين على زحل تسعة وتمانية من عشرة طبعا ده على مين على اللي هو كوكب الارض اتنين وعشرين ده طبعا على مين على كوكب المشترة عجلة الجاذبية على سطح كوكب المريخ المريخ عجلة الجاذبية عليه كام المريخ تلاتة واتنين وسبعين من مية وعجلة الجاذبية على كوكب الظاهرة الظهرة الجذبية عليه تمانية وستة من عشر يبالتلاتة أقل منين أقل من التمانية وبالتالي نختار مين اللي هي أقل من أي الأجرام السماوية العياتية الأقرب إلى كوكب الأرض عاوزين أقرب حجر يامة مين يامة اللي هو الأرض تعالوا نشوف الاختيارات كده الشمس ولا العطار الكوكب عطارد ولا القمر ولا كوكب الظهرة طبعا مين اللي هو أيه القمر عدد الأقمار التي تدور حول كوكب المريخ إحنا عارفين المريخ حواليه اللي هي قمرين سفر طبعا اللي ما عندوش أقمار اللي هو عطارد والزهرة اتنين طبعا دي الإجابة اتناشر قمر طبعا عند مين عند نيبتون سبع عشرين قمر عنده أورانوس مجموع أعداد أقمار كواكب المجموع الشمسية يساوي كم قمر عندنا الأقمار أول حاجة عنده أقمار إحنا عطارد والزهرة ما عندهم شي الأرض عنده واحد المريخ اتنين المشطورة اتنين وستين زوحل ستين أورانوس سبع عشرين ونيبتون كام نيبتون إتناشر لو احنا جمعنا الأرقام دي هيطلع مية أربعة وستين قمر الشكل المقابل يمثل جزء من مكونات المجموعة الشمسية أي الأرقام اللي أتيه يعبر عن مطر أي كوكب أي أورانوس والمريخ على الترتيب طيب تعالوا مبصد كده مع بعض ده اللي هو مين الشمس وده رقم واحد ما نعرفش هو اسمه إيه وبعد كده كاتب لي هنا إيه حزم مين الكواكبات إحنا عارفين حزم الكواكبات موجود بين الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية معنا كده اللي هو رقم واحد ده آخر واحد في الكواكب مين الداخلية طيب آخر واحد في الكواكب الداخلية اللي هو مين اللي هو المريخ يبقى رقم واحد ده عبارة عن المريخ ورقم اتنين ده اللي هو هيكون أول واحد في الخارجية اللي هو مين اللي هو المشترة بعد المشترة هيجي مين هيجي زوحل ثم اللي هو مين أورانوس هو بيستنع لمن أول حاجة أورانوس اللي هو رقم كام رقم أربعة يعني لازم أبدأ برقم أربعة وبعد كده مين المريخ اللي هو رقم كام رقم واحد يبقى رقم واحد يبقى اللي جابه رقم مين رقم جيم تدور الكواكبات والمزنبات حول يطار مين الأرض ولا القمر ولا الشمس ولا النيازج طبعا متدور حول مين حول الشمس أكبر نيزج سقط على سطح الأرض حتى الآن تصل قتلته إلى قم طن 150-80-76-63-80-80 تتقاطع مظنبات مع مظنبات يا طرى مين الكواكب ولا الشهب ولا نيازج ولا الشمس طبعا متتقاطع مع مين مع اللي هي مظنبات الكواكب تدور مظنبات حول الشمس في مظنبات يا طرى نشوف كده الاختيارات دائرية ولا بيضوية ولا شبه دائرية ولا بيضوية شديدة الاستطالة طبعا بيضوية شديدة الاستطالة يتكون نقط من رأس بها قرات سلجية وزيلة يتكون من سحابة غزية يطار النيزك ولا الشهاب ولا المزنب ولا الكويكب طبعا مين اللي هو ايه المزنبات نذكر مثلا واحدا لكل من رقم واحد مجرة كونية زي المجرة اللي احنا درسناها مجرة ضرب التبانة او بسميها اللي هي مجرة اللي هي الطريق اللبني اي حاجة فيهم صح نجمة طبعا زي مين زي الشمس كوكب داخلية عندنا والله اخدنا اربع كوكب داخلية زي مثلا عطارد زي الظهرة زي الارض زي المريخ كل ده صح احد الكواكب اللي هي الخارجية خدنا برضك اربعة هنقوله مثلا زي المشترة او ممكن اكتب له زحل او اورانوس او نيبتون كل ده صح كوكب لا يدور حوله اقمار ما عندوش اقمار ممكن اقوله اللي هو عطارد او اللي هو الظهرة اي حاجة فيهم عطارد والزهرة هم الاثنين ما فيش اقمار بتدور حولهم عندنا مزنب زي المزنب مين هالي المزنب هالي بيدور حول الشمس كل 76 سنة نذكر الرقم الدال على كل مما يأتي رقم واحد المسافة التي اقطعها الضوء في سنة اللي هي السنة الضوئية يعني تسعة ربعمية سبعة وستين من الف في عشر والستماشر كيلو متر عدد النجوم بالمجموعة الشمسية طبعا نجم واحد فقط نجم واحد اللي هو نجم الشمس عدد كواكب المجموعة الشمسية تمانية اللي هما تمان كواكب اللي هما عطارد الزهرة الأرض المريخ المشترى زوحل اورانوس نيبتون ترتيب كوكب اورانوس بعدا عن الشمس طبعا ترتيبه السابع لأن أول واحد عطارد ثم الزهرة الأرض المريخ المشطرع زحل أورانوس يبقى أورانوس بترتيبه السابع عجلة الجاذبية على سطح كوكب المشطرع طبعا دي أكبر جاذبية اللي هي 22 و88 من 100 متر لكل ثانية تربيع عدد أكمار مجموعة الكوكب الداخلية طبعا عندنا أول واحد اللي هو عطارد ما عندهش أكمار الزهرة ما عندهش الأرض عندها واحد والمريخ عندها اتنين يبقى مجموحهم كده كام ثلاث أكمار عدد الأكمار التي تدور حول كوكب زحل ستين قمر زمن دورة المزنب هالي دورة كاملة حول الشمس ستة وسبعين عام ياخذ ستة وسبعين سنة اكتب ما تشير إليه الأرقام التالية في حدود ما درست رقم واحد تسع ربعمائة سبعة وستين من ألف في عشر أو ستنشر كيلومتر دي عبارة السنة الضوئية السنة الضوئية سبعة من عشر إلى واحد وثلاثة من عشر جرام لكل سنتيمتر مكعب جرام لكل سنتيمتر مكعب دي وحد القياس اللي هي الكسافة يبقى معنا كده اللي قدامي دي عبارة دي عبارة دي عبارة أخرى كثافتة الارضية 27 قمر طبعا ده بيدور حول كوكب مين ورانوس 80 طن ده عبارة عن اكبر نيزك سقط على سطح ايه؟ سطح الارض اختر من العمود بي ما يناسب العمود ايه؟ واحد كتابة العبارات كاملة رقم واحد كوكب اللي هو المريخ اللي يمشي معنا هنا عجلة الجذبية على سطحه اقل ما يمكن احنا عارفين كوكب اللي هو المريخ الجذبية عليه حوالي 3 و 72 من مية فالجذبية بيكون اقل حاجة يعني واحد مع اثنين كوكب اللي هو المشترى اللي يمشي معنا كده يدور حوله اكبر عدد من اللي هو الاخمار المشترى حواليه 62 قمر خلي بالنا يبقى مع ثلاثة كوكب عطارد اللي يمشي معانا اللي هو لا يدور حوله ايه اقمار احنا عارفين كوكب عطارد والزهرة ما فيش اقمار بتدور حولها كوكب زحل يحتل الترتيب السادس من حيث البعد عمين عن الشمس يبقى رقم كام رقم خمسة كوكب الارض اللي يمشي معانا هنا توجد على سطح ايه حياة نتيجة للتوافر اللي هي الظروف المناسبة للحياة يعني رقم كام رقم اربعة زي درجة الحرارة المناسبة والمياة والجاذبية الغلاف الجوي يحتوي على الاكسوجين رقم اتنين كوكب اللي هو الظهرة يحتل الترتيب الثاني من حيث البعد عن الشمس يبقى رقم كام رقم خمسة احنا عارفين اول كوكب عندنا عطارد ثم ايه ثم الظهرة يعني ترتيبه ايه التاني من حيث البعد عن الشمس كوكب ورى نص يقع مداره بين كوكبي زحل ونبتون يبقى رقم كام رقم ثلاثة رقم اربعة كوكب اللي هو نبتون ابعد الكوكب عن مين عند الشمس اللي هو رقم مين رقم اتنين ضعلمة صحة مهم العبارات الصحيحة وعد تصويب العبارة الخطأ تسبح الاجرام السماوية في الفضاء وهي في حالة حرقة دائمة الى ما شاء الله طبعا صح تحتوي المجرة على عدد محدود من النجوم هي فيها عدد محدود طبعا الكلام ده غلط فقوله العبارة الاول كده غلط تحتوي المجرة على الاف الملايين من النجوم الاف الملايين من النجوم مجرة ضربة تبانة تخرج منها ازرع مستقيمة طبعا الكلام ده غلط هي أزرع بيكون إيه؟ حلزونية حلزونية هممكن أقول اللي هي اللو اللبية ملتفة يستخدم الميكروسكوب بنوعيه اللي هو العكس والكاسر بقول ليه ميكروسكوب خلي بالي فيه التعرف على الأجرام السماوية طبعا الكلام ده غلط هشيل الميكروسكوب بوقت المكانه إيه؟ التليسكوب التليسكوب بنوعيه اللي هو الكاسر والعكس تقسم كواكب المجموعة الشمسية إلى سلاس مجموعات حسب بعدها عن الشمس طبعا الكلام ده غلط أنا بقسمها المجموعتين بس مجموعتين اللي هي مجموعة الكواكب الداخلية مجموعة الكواكب إيه؟ الخارجية تتكون أجسام الكواكب الخارجية من صخور صلبة طبعا الكلام ده غلط هنشيل الخارجية وخليها إيه؟ الداخلية إنما الخارجية عبارة عن غازات متجمدة تعتبر الكواكب الداخلية هي الاعلى كسافة كسافتها لو احنا فاكرين الكواكب الداخلية 3.3 من 10 الى 5.5 من 10 بينما الكواكب الخارجية هي الاكبر حجما طبعا صح يبقى دي اتصح ودي اتصح يبقى العبارة هي صحيح كسافة كوكب زحل كسافة كوكب زحل بالنسبة لي طبعا زحل ده من الكواكب مين اللي هو الخارجية يعني كسافته اليال عشان غازات متجمدة اقل من كسافة كوكب الارض الارضة ده من الكواكب الداخلية يبقى الكلام ده صح يتبع مجموعة الكواكب الخارجية اعداد قليلة من الاقمار التي تدور حولها اعداد قليلة ايه رأيكم صح ولا غلط طبعا كلام ده غلط هي اعداد ايه كبيرة اشيال قليلة اخلا ايه كبيرة مجموعة الكواكب الداخلية تتبعها تلات اقمار فقط صح ولا غلط طبعا صح طب ايه هم الاقمار ديات احنا عندنا اول حاجة على ثلاثة ما عندوش اقمار ولا الظهر الارض عندها قمر واحد والمريخ عنده اتنين يبقى واحد واثنين وكام يبقى اتلاتة الجاذبية على سطح الارض اكبر منها على سطح المريخ يا طرد صح ولا غلط طبعا صح صح ليه والله الجاذبية على الكواكب اللي هو الارض عندنا اللي هي عجلة الجاذبية على الارض التسعة وهي 78 من مياه اما المريخ بيكون الجاذبية عليه اللي هي 3 و 72 من مياه يعني الارض اكبر من المريخ يدور حاول كوكب المشار Consortium 62 قمر إيه رأيكم صح أو لا طبعا صح طبعا ده حواليه أكبر عدد منين من اللوة الأقمار المزنب عبارة عن قتل صخرية كبيرة تسقط على الأرض ولا تحترك بالكامل طبعا المزنب ده كده غلط ده مفروض ما كانه مين اللوة النيزك أو نيازك إيه الكلام ده غلط هنشيل اللوة المزنب كده ما كانه إيه النيازك أو النيازك النيازك تتكون من رأس وزيل طبعا الكلام ده غلط هنشيل اللوة النيازك ده وقتل ما كانها مزنبات المزنبات الرأس المزنب عبارة عن قرات سلجية قرات سلجية بينما إزاي اللي عبارة عن سحابة غزية طبعا الكلام ده صح استخرج الكلمة غير مناسبة ثم أذكر ما يربط بين باقي الكلمات أول حاجة عندنا الشمس المشطرة الأرض المريخ اللي غلط عند مين اللوة الشمس الباد عبارة مين عبارة عن كواكب ننفحش أقول له بقى داخلية ولا خارجية علشان المشطرة المشطرة ده طبعا مين الكواكب ايه الخارجية والأرض والمريخ طبعا مين اللي هي ايه الداخلية فقول له كواكب وخلاص كواكب عطارد زحل الأرض المريخ اللي غلط عند مين اللي هو زحل عشان ده بيتبع كواكب اللي هي الخارجية إنما الباقي ده عبارة عن كواكب داخلية عطارد الزهر الأرض المريخ اللي غلط عندي طبعا هنا مين اللي هو عطارد إنما الزهر عندنا والأرض والمريخ دول حواليهم غلاف جوي غازي إنما طبعا عطارد زي ما احنا عارفين ما فيش غلاف جوي حواليه فقول له ده عبارة عن كواكب داخلية حولها غلاف غازي أو غلاف جوي المشترى أورانوس عطارد نيبتون اللي غلط عند مين اللي هو ايه عطارد والباقي ده عبارة مين عبارة عن كواكب خارجية كواكب خارجية إنما طبعا عطارد طبع كواكب مين الداخلية الأرض الزهر نيبتون هالي هنشيل مين هالي المزنب هالي الباقي ده عبارة ايه عبارة كواكب المزنبات الشهب الكواكبات الزلازل هنشيل الزلازل الباقي ده يتناه اللي هي بعض مكونات المجموعة الشمسية أعلى اللي ما يأتي رقم واحد تبدو النجوم في السماء على أي اطناقات صغيرة رغم أنها أجسام ضخمة برقم واحد أقول له لأنها تبعد عن الأرض ملايين الكيلو مترات رقم اثنين لا تقدر مسافات بين النجوم بوحدة الكيلومتر لأن المسافات بين النجوم شاسعة جدا يعني كبيرة جدا رقم ثلاثة تقدر الكواكب حول الشمس في مدارات سابتة بسبب قوة جذب الشمس لها رقم اربعة تسمية كواكب عطارة الظهرة الأرض المريخ بمجموعة كواكب الداخلية لأنها أقرب أربعة كواكب للشمس تسمية كواكب المشترى زوحل ورانوس نيبتون بمجموعة كواكب الخارجية لأنها أبعد أربعة كواكب عن الشمس رقم ست تسمية مجموعة الكواكب الخارجية بالكواكب الأملاقة لأن أحجامها كبيرة رقم سبعة الغازات المكونة لمجموعة الكواكب الخارجية توجد في صورة متجمدة يطر ليه لشدة البرودة وارتفاع الضغط على الكواكب الخارجية رقم تمانية كسافة الكواكب الداخلية مرتفعة بينما كسافة الكواكب الخارجية منخفضة لأن الكواكب الداخلية أجسام صلبة ومكوناتها صخرية أما الكواكب الخارجية عبارة عن أجسام غازية عبارة عن غازات متجمدة رقم تسعة يختلف وزن الجسم الواحد من كواكب الآخر يبقى تسعة لاختلاف عجلة الجزبية من كوكب لآخر صغر صغر قوة الجزبية على سطح كوكب المريخ نتيجة لصغر كتلته حيث تقل الجزبية بصغر الكتلة نحن عارفين فيه علاقة أرضية بين الكتلة وبين الجزبية يعني كل ما تقل لي كتلة كل ما يقل لي معايمين الجزبية رقم 11 كوة الجزبية على كوكب المشترى أكبر من أي كوكب آخر برقم 11 لأن كوكب المشترى أكبر الكواكب من حيث الحجم والجزبية نحن عارفين جزبية على كوكب اللي هو المشترى 2288 من ما يخلل بنا تمام يعني أكبر جزبية والحجم كمان أكبر كوكب فين في الحجم وبالتالي تزداد تزداد إيه اللي هو جزبيته رقم 12 تعتبر الأقمار توابع ل الكواكب أقوله الإجابة لأنها تدور حولها وتخضع لجزبيت الكواكب 13 ترى الشهب على أية سهام ضوئية لاحتراقها بالكامل أقوله تماما يعني عند اختراقها الغلاف الجوي للأرض بسبب الحرارة الناتجة عن احتكاكها بالغلاف الجوي ما المقصود بكل من رقم واحد الأجرام السماوية كل ما يزبح فيه الفضاء من نجوم من نجوم وكواكب وأقمر وأجسام صخرية أو غازية السنة الضوئية عبارة عن المسافة التي يقطعها الضوء في سنة وبتساوي كم تسعة ربعمائة سبعة وستين من ألف في عشر والسطناشر كيلو متر وتساوي الرقم ده الرقم طبعا ده مهم جدا نحفظه عشان منحلي بين مسائل أو بيجي لأكبر المسافة بين نجمين اتنين سنة ضوئية احنا لسا قالين السنة ضوئية بتساوي كم تسعة ربعمائة سبعة وستين من ألف في عشرة والسطناشر وين قال لها دي قال لي سنتين يعني هضرب الرقم ده في كم في اتنين لما اضرب ده في اتنين هيتطلع معي كام هيتطلع معي تمنتاشر وتسعمائة اربعة وثلاثين من ألف في عشرة والسطناشر كيلو متر يبقى دي المسافة بين النجمين رقم أربعة المجرات لما اجعل رفع بقول عبارة عن الوحدات العظمة التي يتكون منها الكون وطبعا المجرات تتكون من ألاف من الملايين من النجوم الشمس عبارة عن النجم الوحيد الموجود في المجموعة الشمسية وتدور حول باقي أفراد المجموعة الشمسية رقم 6 الكواكبات عبارة عن أجسام فضائية صخرية متفاوتة الحجم يدور معظمها في منطقة حزام الكواكبات السيارة بين المريخ والمشترى أو بين الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية حزام الكواكبات السيارة المنطقة التي تفصل بين مجموعة الكواكب الداخلية ومجموعة الكواكب الخارجية ويدور فيها معظم الكواكبات الشهب عبارة عن قتل صخرية صغيرة تحترك بالكامل عند اختراقها الغلاف الجاوي للأرض بسبب الحرارة المتولدة عن احتكاكها بجزيئات الهوى وترى في السماء على هيئة سهام ضوئية لامعة المزنبات عبارة عن كتل من الصخور والسلج والغزاة المتجمدة تدور حول الشمس في مدارات بيضوية شديدة الاستطالة تتقاطع مع مدارات الكواكب ماذا يحدث عنده رقم واحد النظر الى السماء في ليلة صافية برقم واحد اقول له نرى الكثير من النجوم على هيئة نقاط صغيرة موضيئة طبعا نتيجة البداية الشاسع عن الارض رقم اتنين الصفر من كوكب الارض الى كوكب المريخ بالنسبة لقوت الجاذبية احنا عارفين قوت الجاذبية على الارض تسعة تمانية وسابعين من مية الجاذبية على المريخ كان ثلاثة اتنين وسابعين من مية يعني معنى كده ان الجاذبية اللي حصلها هتبدأ تقل فرقم اتنين اقول له تقل قوت الجاذبية تقل لقوت الجاذبية التي تؤثر على الاجسام رقم 3 اختراق عدك ويكبات صغيرة الحجم للغلاف الجوي للأرض قال لي مين عدت ايه عدك ويكبات لايه تختارك مين للغلاف الجوي ايه للأرض رقم 3 اقول له تحترك طالما هنا قال لي صغير اقول له تحترك ايه بالكامل او تماما تحترك تماما قبل ان تصل الى سطح الارض تمام نتيجة احتكاكها بالغلاف الجوي وتظهر على هيئة سهام ضوئية مضيئة رقم 4 اختراق ويكب كبير مرضى الكبير كبير الحجم للغلاف الجوي ايه للأرض يبقى له هنا يحترك سطحه الخارجي فقط وما يتبقى منه دون احتراق يسقط على سطح الارض قارن بين كل من رقم واحد مجموعة الكواكب الداخلية ومجموعة الكواكب الخارجية اول حاجة عندنا مجموعة الكواكب اللي هي الداخلية دي عبارة عن اقرب اربعة كواكب الى الشمس وهي اعتارة الظهرة الارض المريخ اما التعريف اللي هي مجموعة الكواكب الخارجية عبارة عن ابعد اربعة كواكب عن الشمس وهي المشطرة زحل ورانوس ونيبتون دي بيطلق عليها مجموعة الكواكب الداخلية دي بيطلق عليها مجموعة الكواكب من اللي هي الخارجية دي احجامها صغيرة دي احجامها كبيرة دي عبارة عن مكوناتها صخرية دي عبارة عن اجسام غازية في صورة غازات متجمدة اهم غازاتها اللي هي غاز الهيدروجين والهليوم دي كسفتها كبيرة 3 أو 3 من 10 إلى 5 و 5 من 10 جرام لكل سنتيمتر مكعب دي كسفتها اللي هي منخفضة حوالي 7 من 10 إلى 1 و 3 من 10 جرام لكل سنتيمتر مكعب دي بتحاط كلها بي اللي هو غلاف جوي عدا مين عدا كوكب اللي هو عطارد دي هتحواليها كلها إيه اللي هي أغلفة جوية عند هنا لا تدور هنا أقمار حول كوكب اللي هو عطارد والزهرة تمام بينما هنا بيدور حولها إيه عدا كبير من اللي هي الأقمار رقم 2 كوكب اللي هو الظهرة وكوكب اللي هو زحل عندنا كوكب اللي هو الظهرة ده بيحتل اللي هو الترتيب الثاني من حيث البعد عن اللي هو الشمس أما اللي هو زحل بيحتل اللي هو الترتيب اللي هو السادس من حيث اللي هو البعد عن اللي هو الشمس عندنا كمان بالنسبة ليه اللي هو الظهرة عندنا ده لا يدور حوله اللي هو أقمار أما زحل بيدور حوله اللوة حوالي ستين قمر الجاذبية على كوكب اللوة الظهرة اللي هي حوالي تمانية وستة من عشرة أما الجاذبية على زحل اللي هي حوالي تسعة وخمسة من مية رقم ثلاثة كوكب اللوة المشترة وكوكب عطارد عندنا كوكب اللوة المشترة ده بيحتل اللوة الترتيب اللوة الخامس من حيث البعض عن الشمس أما عطارد ده بيحتل اللوة الترتيب الأول من حيث البعض عن الشمس الحجم عندنا اللي هو كوكب المشترى طبعا أكبر اللي هي الكواكب من حيث الحجم كوكب اللي هو عطارد أصغر الكواكب من حيث الحجم عنده هنا المشترى بيدور حوله 62 قمر عنده هنا عطارد هنا مفيش أقمار تدور حوله عجلة الجزبية على اللي هو المشترى 22.88 من 100 أما كوكب اللي هو عطارد الجزبية عليه بيكون حوالي 3.78 من 100 متر كل سنية تربيع عنده هنا اللي هو المشترى حوله ولاف جوي أما اللي هو عطارد لا يوجد حوله ولاف جوي رقم 4 النجوم والأقمار أول حاجة اللي هي النجوم النجوم عبارة عن أجسام فضائية ضخمة تطلق كميات هائلة من الضوء والحرارة مثل الشمس الأقمار عبارة عن توابع بسميها أجسام فضائية صغيرة تخضع لجزبية مين اللي هي الكوكب اللي تدور حوله رقم 5 الكواكب والنيازج الكواكب عبارة عن 8 أجسام قروية معتمة تدور حول الشمس في اتجاه واحد عكس اتجاه دوران عقارب الساعة في مدارات شبه دائرية أو بيضوية أما النيازج عبارة عن كتل صخرية كبيرة تحترق سطحها الخارجة فقط عند اختراقها الغلاف الجوي للأرض وما يتبقى منها دون احتراق يسقط على سطح الأرض رقم 6 الشهب والمزنبات الشهب عبارة عن قتل صخرية صغيرة تحترق تماماً عند اختراقها الغلاف الجوي للأرض بسبب الحرارة الناتجة عن احتكاكها بجزيات الهواء وترى على هيئة سهام ضوئية أما المزنبات عبارة عن قتل من الصخور والسلج والغازات المتجمدة تدور حول الشمس في مدارات بيضوية شديدة الاستطالة تتقاطع مع مدارات الكواكب ادرس الأشكال التالية ثم اجيب عما يلي الشكل المقابل يعبر عن المجرة التي تنتمي اليها مجموعاتنا الشمسية ما اسم هذه المجرة طبعاً المجرة اسمه ايه؟ مجرة اللي هي ضرب التبانة مجرة ضرب التبانة او ممكن نسميها اللي هي الطريق اللبني مما تتكون هذه المجرة تتكون من الاف الملايين من النجوم اكتب ما تشير اليه النقطة اكس طبعاً اكس ديته نعم بتشير لمين لموقع نجم ايه؟ الشمس موقع نجم الشمس ما اسم الجهاز الموضح بالشكل وفيه ما يستخدم طبعاً الجهاز اللي قدامنا ده اسمه ايه؟ اسمه اللي هو تيليسكوب التيليسكوب ويستخدم في ايه؟ في رؤية ودراسة الأجرام السماوية الشكل اللي بينا المقابل يوضح العلاقة بين الكواكب او الكوكب وعدد الأقمار التابعة له اسكر اسمه الكواكب رقم واحد واثنين وثلاثة ده كوكب رقم واحد هنا لما اجب بص كده هلاقي هنا حوالي اللي هي حوالي سبعة وعشرين قمر طبعاً لو كوكب مين؟ كوكب اللي هو اورانوس يبقى عندي رقم واحد ده اللي هو رقم واحد اللي هو بيسألنا عليه ده اللي هو كوكب مين؟ كوكب اللي هو اورانوس يبقى رقم واحد عندنا كده كوكب اورانوس عشان حوالي سبعة وعشرين قمر رقم اتنين رقم اتنين عندنا في حوالي هنا حوالي اتناشر قمر واللي عنده اتناشر قمر اللي هو كوكب مين؟ كوكب نيبتون يبقى رقم اتنين كوكب نيبتون وده حوالي كم اتناشر قمر هنيجي بعد كده رقم ثلاثة حواليه هنا اللي هو حوالي ستين قمر اللي هو زحل كوكب زحل حواليه ستين قمر هنيجي بعد كده الرقم بيه اختر عدد اقمار كوكب الأرض والمريخ معا طب الاقمار اللي هي حوالين الأرض كام واحد طب المريخ حواليه كام حواليه تنين بول ربع عدد اقمار الكوكب مين ربع احنا قلنا الاتنين دول مجموحه مع بعض كام تلاتة عندي الارض عنده واحد والمريخ عنده كام اتنين طب ده ربع عدد اقمار مين هندور اللي هو عنده اتناشر لان التلاتة ربع مين ربع اللي هي الاتناشر اللي عنده اتناشر اللي هو مين اللي هو نيبتون نيبتون اللي هو رقم كام قلنا نيبتون اللي هو رقم اللي هو اتنين يبقى نختار رقم مين رقم اتنين الشكل مقابل يمثل احد افراد المجموعة الشمسية ما الذي يعبر عنه الشكل طبعا الشكل اللي هو قدامنا ده عبارة ايه عبارة مزنب استبدل الارقام رقم واحد ورقم اثنين بما يناسبها من بيانات الرقم واحد ده عندنا اللي هو الرأس والرأس عندنا بتكون من قرات من اللي هي السلج ودي تتكون من غازات متجمدة عبارة عن سانوكسيد الكربون والنيتروجين والميسان في المنتصف عندنا بيكون اللي هي اجزاء صخرية واتربة وجزاءات مية متجمدة الرقم اثنين ده اللي هو عبارة عن الزيل والزيل ده عبارة عن سحابة غازية احسب المسافة مقدرة بواحدة الكيلومتر بين نجمين المسافة بينهما خمسة وستة من عشر سنة ضوئية يبقى اقول له المسافة بالكيلو متر بيساوي المسافة بالسنة الضوئية في مقدار اللي هي السنة الضوئية اللي هي كام تسعة وربعمية سبعة وستين من الف في عشر وستناشر تعال نعوض مديني هنا كام سنة ضوئية يلي خمسة وستة من عشر يبقى خمسة وستة من عشر في تسعة ربعمية سبعة وستين من الف في عشر وستناشر لما اضرب ده ده هيطلع معي اللي هو تلاتة وخمسين والارقام اللي هي قدام دي كده واحد خمسة اتنين في نفس الرقم اللي هو عندي كام عشر وستة كام وستناشر طبعا ايه كيلو متر رقم اتنين احسب المسافة مقدارة بوحدة السنة الضوئية بين نجمين المسافة بينهما اللي هو الرقم اللي قدامنا ده يبقى هو عاوز هنا ايه المسافة ايه بين اللي هي النجمين بالسنة الضوئية يبقى اقوله المسافة بالسنة الضوئية بيساوي شرط كسر المسافة بالكيلو متر على اللي هي مقدار السنة الضوئية تسعة ربعمائة سبعة وستين من الف في عشر عسي اتناشر طبعا انا عود يبقى بيساوي المسافة ايه اللي بكام هنكتب الرقم ده ما هو زي ما هو كده تمانية وشرين واربعمائة واحد في عشر وستكام وستناشر على المقدار السنة الضوئية اللي هي تسعة واربعمائة سبعة وستين في عشر وستكام وستناشر عشر وستناشر هتروح مع عشر وستناشر لما اسم الرقم ده على ده هيطلع معيه تلاتة بيساوي تلاتة وهنا طبعا انا بحاول ايه ده السنة ايه الضوئية فاقول له تلاتة ايه سنة ضوئية تحتوي المجرة الوحيدة على الاف الملايين من النجوم ما اسم المجرة التي تنتمي اليها مجموعاتنا الشمسية طبعا بسميها مجرة ايه ضرب التبانة مجرة ضرب التبانة او بسميها مجرة اللي هي الطريق اللبني صف شكل اللي هي مجرتنا طبعا شكلها ايه بيضاوي يبقى له هنا رقم بيه الشكل بتاعها زاتة شكل بيضاوي يخرج منها ازرع حلزونية او بسميها اللولبية ملتفة رقم جيم اذكر موقع الشمس من في مجراتنا طبعا بطاقة برقم جيم طاقة الشمس على احد الازرع الحلزونية للمجر رقم اربعة اذكر اهمية التليسكوبات مع ذكر نوعها عندنا طبعا في نوعية من التليسكوبات اللي هو الكاسر والعكس طيب اهميتها ايه ايبقى اهمية التليسكوبات اول حاجة اللي هي رؤية ودراسة الاجرام السماوية الانواع بتاعتها اللي هو التليسكوب العكس والتليسكوب الكاسر رقم خمسة اذكر العوامل المؤسرة على قوة التجازب بين جسمين في الفضاء في حاجتين بيأسروا فيها برقم خمسة اول حاجة رقم واحد كتلة الجسمين ودي اسمع علاقة طردية الحاجة التانية اللي هي المسافة بين الجسمين ودي علاقة عكسية يبقى اول حاجة دي علاقة ايه طردية انما دي علاقة ايه عكسية رقم 6 رتب كواكب المجموعة الشمسية تصعوديا يعني من الصغار الكبير حسب اول حاجة عجلة الجزبية على اسطح عجلة مين عجلة الجزبية يبقى رقم 6 من حاس ايه عجلة الجزبية اول حاجة عندنا طبعا اصغر واحد عندنا انه الرتب تصعودي اللي هو المريخ المريخ عجلة الجزبية عليه اللي هو حوالي اللي هو المريخ حوالي 3 و 72 من مية 3 و 72 من مية طبعا بعد كده هيجي اللي هو اعتارد وده اللي هو حوالي 3 78 من مية بعد كده اللي هو ورانوس وده حوالي 77 من مية بعد كده الظهرة والظهرة حوالي تمانية وستة من عشر. بعد كده زحل. زحل جذبية عليه حوالي تسعة وخمسة من مية. بعد كده الارض. الارض جذبية عليه حوالي تسعة وتمانية وسبعين من مية. بعد كده نبتون. ونبتون الجذبية عليه حوالي احداشر. بعد كده اخر حاجة عندنا اللي هو المشترى اكبر وحد فيهم اللي هو حوالي اتنين وعشرين وتمانية وتمانين من مية متر كل ثانية تربيع. الحاجة اللي بعد كده عاوز من حيث بعدها عن مين? بعدها عن الشمس. يبقى بعد كده من حيث البعد عن الشمس. عندنا طبعا اول حاجة من حيث اللي هو البعد عن الشمس اول حاجة اللي هو عطارد. بعد كده الزهرة. الارض. المريخ. المشترى. زحل. ورانوس. واخر حاجة نبتون. رقم جيم من حيث مين? من حيث الحجم. من حيث الحجم. اول حاجة عندنا من حيث الحجم اللي هو ازهر واحد عندنا اللي هو عطارد. بعد كده المريخ. الزهرة. الارض. نبتون. اورانوس. زحل. واخبر واحد اللي هو المشترى. في احد ليالي عام الف وتون ومية اتنين وثلاثين ميلادية شهد بعض العمال في فرنسا سهاما ضوئية في السماء. فبدأ الامر في البداية طريفا. الا ان عدد هذه السهام قد ازداد حتى ملأت السماء كلها. فدب الهلع في قلوبهم. واعتقدوا ان نهاية العالم قد حانت. ما اسم هذه السهام الضوئية التي رأها العمال? طبعا اسمها ايه? اللي هي الشهد. ما تفسير العلم الهزيز ظاهرة? طبعا تفسير الكلام ده. اقول له برقم بيه? عندما عندما تختارق بعض القتل الصخرية ولازم اقول له الصغيرة خلي بالي الصغيرة الغلاف الجوي للارض تتولد حرارة نتيجة احتكاكها بالغلاف الجوي فتحترك بالكامل وتظهر على هيئة سهام ضوئية لامعة. تم رصد ودراسة مزنب هالي سنة الف وتسعمية ستة وتمانين ففي اي سنة تتوقع ان يظهر مرة اخرى. احنا عارفين مزنب هالي بيكمل دورته حول الشمس كلها ده ايه? ستة وسبعين سنة. فاجمع ستة وسبعين سنة على ايه الرقم اللي هم الدهوني. يبقى عندي الف الف وتسعمية ستة وتمانين. اجمع عليها كام ستة وسبعين عام. اللي هي مدة دوران اللي هي المزنب حول ايه? حول الشمس. ستة وستة اتناشر اتنين معانا الواحد تسعة تسعة وسبع. يبقى كام? يبقى ستة ستة معانا الواحد. عشرة. يبقى سفر معانا الواحد. يبقى كام اتنين. يعني هي الزر سنة كام الفين و ايه? الفين اتنين وستين ميلادية. يا ربكم فهمنا. ما تنسوناش من صالح دعواكم. كان معكم استرطارة و الى اللقاء ان شاء الله في حلقات قادمة. وبالتوفية لجميع رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة